ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد في سابعة من مساء اليوم مع نظيره المغربي في ثاني مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة في بولندا والسويد وتستمر حتى 29 من يناير الجاري ويطمح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز في اللقاء بعد اقتناص أول نقطتين في المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 مقابل 22 ليتصدر بذلك المجموعة السابعة وبفرق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت هي الأخرى فوزا على المغرب بنتيجة 28 مقابل 27